خبر مهم كمان في الالعاب الاخرى عن مصطفى عسل اسطورة الاسكواش واحد من الابطال اعلن اتحاد اللاعبين لرياضة الاسكواش ايقاف مصطفى عسل وتغريمه ماليا وكشف اتحاد اللاعبين المحترفين عن ايقاف عسل لمدة 12 اسبوع من النهارة لهاية 8 اكتوبر المقبل كما وقع اتحاد اللاعبين المحترفين لغرامة مالية على مصطفى عسل قيمتها 5000 جنيه استرليني وجه اتحاد اللاعبين 3 اتهامات العسل صدر على اساسهم هذا القرار اولا السلوك غير الرياضي خلال مباراته في الجولة الثالثة مع جويل ماكين في بطولة العالم في 6 مايو الماضي ثانيا اللعب الخشن خلال مباراته الجولة الثالثة مع جويل ماكين ايضا في بطولة العالم في نفس المباراة وسالسا السلوك غير الرياضي خلال مباراته في ربع النهائي مع مازن هشام في بطولة العالم البي اس ايه في 8 مايو الماضي تأكدت العقوبة بعدما مر 15 يوما على إصدارها دون أن يتقدم مصطفى عسل باستئناف وسبق وأن قرر الاتحاد الاتحاد اللاعبين المحترفين البي اس ايه إيقاف مصطفى عسل لمدة 6 أسابيع من قبل وبرر الاتحاد الدولي قراره بسبب اللعب الخطر من جانب مصطفى عسل في حدثتين ربع ونصف نهائي بطولة مصر المفتوحة في 2022 اللي تلعبت في سبتمبر الماضي وكشف الاتحاد أن الحادثتين كانت خلال مبارتين ربع ونصف نهائي بطولة مصر المفتوحة شوف مصطفى عسل بيدفع فطورة البداية المتوترة الخطئة المتوترة الخطئة في البداية ففي نوع من التربصان اتفرقت على المباراة بتاعت جون مكين واتفرقت النهاردة على مباراته مع علي فارج كابتن علي فارج وشعرت هما بيبصوله بطريقة مختلفة يعني فيه حاجات على طول يعني افتراض سوق النية بيحاسب عليها من الحكام من الحكام كل ما يقرب ويشد ويعمل هو لعب بدنيا عنده طاقة بدنية متفجرة جدا فحركته قوية في الملعب لكن عايز فاهمني يعني ان كده اصبح كل لعيب اسأل حاجة يروح ماشي في محيطه ويقول لك انا خبطت انا شفته جون مكين واحدة منه مكنش يعني جون مكين جاي من ظهره يعني ازاي يبقى خبطه يعني وهو متعمد يعني لكنه خلاص هم مع الجوع هم بيعملوا على اساس انه ايه يعني ده الاتتيود بتاعه فاي اي تصرف مركزين معاه ولذلك احيانا يعني زي ما بيقولك سمعتك تسبقك فاللي يتبلع لغيرك ما يتبلع لكش النهاردة انا شفته لحده ما كان اتنين صفر وفضل او عشرة تمانية اللي عليه فرج استطاع ان يفوز بالشود ده خد اربع نقاط متتالية ما حسبوا هم لهش واحدة منه ما اتحسبتش فرجع اتعادل علي فرج رغم ان فيه كرتين مستحيل مستحيل يلحاهم علي فرج لانهم كانوا بعيد جدا عنه فجاري علي فرج في محيطه يعني جاري كده اتحسبوا على عسل لو عسل اللي عملها بيتحسب عليهم فهم قصدي ايه انا ما بات يعني مش عايز اقول ان يعني هم عايزين يظلموه لكن شعورهم اصبح مشبع انه عنده اتيتود عنيف طب يعالج الامر دي ازاي ده ازاي مزيد من الصبر والقبول لان انا بشوف مصطفى بتده يهدى شوية بتده يتقبل شوية ما بقاش الاحتجاج وطريقة الاحتفال الصخبة ولا تذكر انا السنة اللي قابل اللي فاته قلتلك اول ما طالع مش عاجبني طريقة احتفاله فيها سخب وشق لبزات وفكرني بنجم قديم فعلي مصطفى رياضي رائع شاب نابه يجب ان يحافظ عليه ما يعملش بذيذ طريقة لكن يعمل بان احنا نكسبه مش ندفعه ونخسره حاجة مثل يابن بطل يابن قوله روح شوف لك حتة تاني ده كلام مش مظبوط وارجو من الاستاذ عاصم خليفة اذا كان مازالا اعتقد انه مازال رئيس الاتحاد المصري لا لازم تحط مصطفى عاصل تحت مظلة الاتحاد المصري ويحصل حوار نتجنب بيت كرار هذا الامر ونخفف الضغط اللي بيتعرض له في المباريات يا جماعة شوي فيه شغل لازم يحصل من مصطفى وايضا فيه نوع من الحوار يا جماعة مش كده مزودينها معاه اشتركوا في القناة